وجودي في الإمارات علمني كثير أنه أنا أكون إنسان وأحترم نفسي قبل أحترم الآخرين وكانت هي نقطة التحول الكبير بالنسبة لي بس في نقطة مهمة لازم أذكرها أنه أي شخص بينتقل من فكر لفكر وفي شهر أو في سنة ترك الذاب هذا ما كان مؤمن بقناعاته السابقة أنا جلست عشرين سنة عشانا أتخلص من كل الأفكار المنحرفة والمتطرفة والمتشددة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم أنا اليوم ما أقول أني كامل لكن أقدر أقول أنه تخلصت بنسبة 99.99% من كل فكر منحرف متخلف تعلمت في تلك الفترة